فيلمين اصدارهم جديد وتشابهوا في القصة والأحداث والاثنين ممتعين لكن واحد منهم عدمته المبالغة أحداثهم تدور في نهاية الحرب العالمية الثانية ورحلة الجيش الألماني للبحث عن الذهب الاثنين يشتركوا في هذه القصة الأساسية الفيلم الأول Blood and Gold استعرض لدراما وأحداث منطقية عن جندي ألماني هارب من نفس المجموعة اللي بتبحث عن الذهب والفيلم الثاني سيسو قدم لي شخصية مشابهة لـ The Punisher وجون ويك وهو في الأصل عامل منجم يشتبك مع مجموعة بيحاول انهم ياخدوا الذهب اللي عنده الفيلمين يقدموا لك قتالات وأكشن لكن في هذا الفيلم تتقبل الأكشن بصدر رحب وفي هذا الفيلم للأسف تمسك راسك وتقول سبحان الله من المبالغة اللي فيه وبالنسبة للتصوير والإخراج والتمثيل فهو جيد جدا في الفيلمين الفيلم الألماني Blood and Gold اصداره في سنة 2023 موجود على منصة نتفلكس وتقييم الشخصي له هو 7.5 من 10 وفيلم سيسو هو فيلم فنلندي واصداره في سنة 2022 موجود في السينما وفي جميع المواقع بجودة عالية تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 6 من 10 لو تابعتوا الفيلمين أو أي فيلم من بينهم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات سلام فنلندي ولا فنلندي فنلندي فنلندي